موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في هذه نشرة الإخبارية المفصلة نبدأها بالعلم موسيقى الإعلام الأمني يؤكد اختطاف 19 شخصا على يد داعش في صحراء الأنبار موسيقى موسيقى أدفع تنفينيتها مقتلة داعش في العمق السوري والإرهابيون يتسللون جنوب الموسط موسيقى عبد المهدي وأكد لوفد أوروبي التحدي الأكبر والاستثمار والإعمار في المدن المحررة موسيقى موسيقى الإرهاب يضرب القاهرة مقتل ثلاثة رجال أمن وإصابة آخرين بتفجير وسط العاصمة موسيقى 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 خلية الإعلام الأمني أكدت اختطاف 12 مواطنا وكربلاء والأنبار موسيقى 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 هذا وأكد المتحدث باسم عشائر محافظة الأنبار غسان العيثاوي أكد تحرير خمسة مختطفين من أصل ثلاثة عشر شخصا خطفوا في راوة بعمرية نوعية انطلقت لتحريرهم هذا وأعلن والد اثنين من مختطفين نخيب عن إطلاق سراح نجليهما مبينا أن إطلاق سراحهما جاء لعدم حملهما المجتمسكات الشخصية فيما أوضح أن الإفراج تم في قرية قرب قضاء الرطبة من جهتها نفت قيادة فرقة العباس القتالية الأنباء بشأن حصول عمليات اختطاف من قبل تنظيم داعش الإرهابي لمواطنين في قاطع النخيب مؤكدة نجاح مهمها بمسكه منذ أربع سنوات دون حصول أي خروقات وقالت القيادة في بيان إن قواتها المنتشرة في ذلك القاطع لم تسجل حصول أي خروقات أملية أو اختطاف لمواطنين مضيحة أن عمليات الاختطاف التي حصلت هي خارج قاطع مسؤولية الفرقة بمسافة أكثر من 70 كم باتجاه منفذ عرعر الحدودي أما مجلس النواب فقد سارع للتحذير من تصاعد حالات خطف داعش المدنيين بعد تكرار عمليات الخطف لأكثر من مرة في الأنبار وصلاح الدين وآخرها في النخيب طالبت رئاسة البرلمان في بيان بتحرك أمني عاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الإرهابية التي بدأت تنضج مؤخرا بعد أن فقد تنظيم داعش جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها وكان مجلس محافظات الأنبار كان قد دع الأهالي لعزم الخروج من المناطق التي حددتها القوات الأمنية خلال عملية البحث عن الكماء في المناطق النائية بالمحافظة قال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس نعيم القعود أن القوات الأمنية وضعت ساترا ترابيا وحذرت المواطنين من تجاوزه يوم أمس تم خطف خمسة بقاطع حديثة وقبله كان ثلاثة إذن مجموعة المحطوفين هم أثماني نحن نلاحظ اليوم هناك ساتر ترابي وضعت القطاعات الأمنية الموجودة بأن ضمن الساتر هو منطقة مؤمنة وخارج الساتر منطقة غير مؤمنة إذن اليوم نحن نتمنى من المواطنين يأخذوا التعليمات من قيادة عمليات الجزيرة وقيادة فرقة السابعة في تلك المنطقة يعني وما سيكونون هدف حقيقة عندما يذهب إلى خارج القاطع حتى لقطاعاتنا الأسكرية لأن قطاعات الأسكرية وضعت حد بأن خارج هذا الساتر ممكن أن يكون مرهابين حتى إذا كان مواطن ممكن أن يتوهم في قطاعاتنا الأسكرية إذن نتمنى من المواطنين اليوم الاهتمام بحياتهم اليوم أهم من الكمة إذن اليوم هذا الخرق يعني نتوقع تكون هناك خروقات ولكن لا يؤثر على الملف الأمني في محافظة الأنبار بسؤولية حقيقة يتحملها المواطن لأن اليوم المواطن عندما أن تكون هناك منطقة آمنة وإذا تسمح القطاعات الأسكرية بأن يتجول المواطنين ضمن هذه المنطقة أما أن يكون خارج المنطقة المسموحة إذن هو خالف القانون ويتحمل مسؤولية نفسه ولكن إن شاء الله أني واثق بأن تكون هناك حركة سريعة من قبل قاعد عمليات الجزيرة والفرقة السابعة لتعقب هؤلاء الأرهابيين من جانبه قال قائم مقام قضاء حديثة مبروك حميد إن صحراء الأنبار شاسعة جدا ولا يمكن تغطيتها عسكريا بالكامل لرجع خلايا داعش فيما دعى المواطنين إلى الحيطة والحذر صحراء شاسعة كما يعلم الجميع يعني اخترقها الوديان ووعرة جدا وبعيدة جدا شاسعة نمكن تغطيتها بسهولة جدا من قبل القوات الأمنية أكيد نحب أن نوأهل كافة مواطنين في محافظتنا العزيزة وكافة العراق وخاصة في قضاء حديثة ونواحي أن يأخذون حذرهم من الأقضاء الغربية الأخرى أكيد قضاء عانا وراوة والقائم وكافة الأقضاء ناحية البغدادي يأخذون حذرهم لأنه العدو يستهدف جميعا لا يستثني أحد في غضون ذلك حذر الخبير الأمي أحمد الشريفي من تسلل عناصر تنظيم داعش إلى العراق والذين يشكلون مصدر دعم مادي ولوجستي للخلايا النائمة في البلاد من أجل يعرقلة إعادة الإعمار في المناطق المحررة الآن هناك عملية تسلل وتشكيل لروافد هذه الروافد خطورتها وانتكمن أنها روافد بشرية ولكن في ذات الوقت عدها إمكانيات مادية أي بمعنى عدها قدرة تأمين دعم لوجستي للخلايا النائمة ليجري تفعيلها أما لمشاغلة انطلاقا من الملاذات أما لمشاغلة حزام المدن أو مراكز المدن أو مهاجمة خطوط النقل الستراتيجية البرية التي يتمثل عصب الحياة الاقتصادية في ظل رغبة واستحقاق حكومة لعادة إعمار واستثمار وفي ظل حاجة إلى فتح المعابر الحدودية للارتقاء في موارد الدولة وتأمين دخل قاومة للبلد نفت قيادة العمليات المشتركانية القوات العراقية الدخول للأراضي السورية لمقاتلة تنظيم داعش مشيرة إلى أن القوات الأمنية مهمتها تأمين الحدود فقط أكد المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول عدم صحة تلك الأنباء مبينا أن واجبنا واضح وهو تأمين الحدود العراقية السورية بعد إجراء تحصينات وإدخال التكنولوجيا بالمراقبة وتعزيز القطاعات العسكرية وصل رئيس أركان الجيش الفريق أواركن عثمان الغانمي إلى كاركوك واجتمع هناك مع القيادات الأمنية في المحافظة وأكد مرسلنا أن الغانمي عقد اجتماعاً مع قائد العمليات المشتركة في المحافظة اللواء روكون سعد حربية ذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية والخروقات التي ينفذها فنول داعش في مناطق متفرقة من كاركوك صدت القوات الأمنية في ناحية الجيارة هجوماً لعناصر من داعش لعناصر من داعش حاولوا السيطرة على إحدى نقاط الأمنية على الطريق الرئيسي بين ناحية الجيارة ومركز قضاء الموصل وأكد مصدر أمني استشهاد جنديين عراقيين مقتلى أربعة من عناصر داعش أثناء محاولاتهم على السيطرة على النقطة الأمنية التي تم استهدافها مبيناً أن بقية عناصر التنظيم فروا بعد إفشال الهجوم أعلن الحج الشعبي عن إغلاق مقر جديد يدعي الانتماء له جنوبي بغداد مشيراً إلى أن المقر كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين قال الحج في بيان أن قوة من مديرية الأمن في الهيئة قامت بإغلاق مقر يدعي الانتماء للحج الشعبي في منطقة الدورة بجانب المجلس البلدي قرب شارع ستين مشيراً إلى أن الموجودين في المقر قاموا بحرق بعض الفايلات والمستمسكات قبل وصول القوات المتابع مشاهدينا ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد المحلل والسياسي حسين الركابي أهلاً بك أستاذ حسين أستاذ حسين إذن يعني حدثتين منفصلتين يتم خلالهما خطف 19 مواطناً لماذا تتم هذه الخروق برأيك بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدة الكريمة وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة في الحقيقة اليوم هناك جيوب عندما أعلن يوم النصر والقضاء على داعش القضاء على داعش قضاء عسكرياً كمواجهة وقوات عسكرية وتقدم عسكرية وقطعات عسكرية لكن لحد الآن هناك جيوب في معظم المحافظات التي تحررت من داعش هناك جيوب وهناك ملاذ آمن لبعض الجماعات أو الجماعات الإرهابية وبالتالي اليوم العراق بحاجة إلى عملية واسعة وهي العملية الأمنية التي تتبع العملية العسكرية اليوم لا نحتاج إلى تقدم دبابات وقطعات عسكرية كما كان في الأعوام السابقة وتحرير مناطق اليوم جميع أراضي العراقية محررة لكن هناك مشاكل كبيرة اليوم لدينا جيوب في هذه المحافظات وبالتالي علينا أن نشرع بقضية أمنية أو بعملية أمنية واسعة ترافق بعد العملية العسكرية والقضاء على جيوب داعش والخطط الأمنية والضربات الاستباقية لهذه الجماعات في هذه الجيوب سيد حسين هذا ما كنت أود السؤال حوله أنه كيف من الممكن منع تكرار هذه الخرقات الأمنية من قبل تنظيم داعش يعني قلت أنه يجب إطلاق عملية أمنية واسعة ما الذي يمنى حتى الآن من إطلاق هذه العملية خصوصا أن هذا الخرق الأمني ليس الأول؟ في الحقيقة اليوم لدينا مشكلة واحدة وهي مشكلة الوزارات الأمنية لا يمكن لنا أن نصير بقضية أمنية كبيرة واسعة كما تحدثنا عنها وبدون وزارات الوزارة كوزير الدفاع ووزير الداخلية واليوم جميع يعلم أن هناك مشاكل وهناك أخذت مدايات واسعة ومسارات أخرى كوزارة حقيبتين ووزارة الدفاع والداخلية وبالتالي انعكس سلبا على الأمن داخل المدن العراقية وانعكس سلبا على هذه المناطق المحررة وبالتالي اليوم بدأت الجيوب داعش استغلت مثل هكذا فرصة ومثل هكذا تناحر داخل الكتل السياسية وشرعت وقتلت في صلاح الدين وفي النخيب وهناك في نينوة كثير من هذه المناطق التي اتحررت بدأت الجيوب تتفاعل وتأخذ مدايات أوسع وتسير بطرق خطيرة جدا هناك قبل عدة أيام هناك في محافظة صلاح الدين جميع على قتل من أبناء الحجد الشعبي من القوات الأمنية وبالتالي انعكس بضلالة سلبي على الوضع العام في العراقية علينا إذا أردنا أن نشرع بمثل هكذا عملية كبيرة علينا بالدرجة الأولى أن نختار وزير الدفاع ووزير داخلية كفوئين لشغل مثل هذه الحقائب المهمة فضلا عن عدم استكمال الكابينة الوزارية وأثرها على الجانب الأمري في البلاد هناك من يقول بأن هناك مساحات شاسعة في صحراء العراق في الأنبار مثلا الأنبار شاسعة جدا ولا يمكن السيطرة عليها يعني ما إمكانية مثلا إطلاق عمليات مراقبة من خلال المناطيض أو من خلال حتى كاميرات المراقبة الحديثة يعني هناك إمكانيات بسيطة يمكن من خلالها ردع أو الحد من هذه الخروقات الأمنية هناك من يتساءل لماذا لا يتم إجراء ذلك حتى الآن سيدة الكريمة اليوم لا يمكن لتشرع شروع بها هكذا عملية وبمراقبة إذا لم يكن هناك وزيرا مختصا وهو من يقوم بهذه العملية كالعملية الأمنية اليوم مراقبة الصحراء ليس بالأمر الصعب أو ليس بالأمر المعقد وإنما هذه الأجهزة اليوم وطائرات المسيرة والبالونات واليوم لدينا قوة جوية متكاملة لربما أكثر من السنوات السابقة في محاربة داعش طائرات مسيرة أجهزة رصد إلى آخرة وبالتالي حتى أهل هذه المناطق ومتعاونين مع الأجهزة الأمنية إذن بحاجة إلى رؤية حقيقية وبحاجة إلى شخص مهني يقود هذه الوزارة ويشرع مثل هكذا عملية اليوم المشاكل وصلت إلى القضية الأمنية وأعتقد السنوات السابقة هي أحد أسباب انهيار الوضع الأمني في المحافظات الغربية هي المشاكل السياسية وبالتالي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بقت بالوكالة وبالتالي أنهار ثلث مساحة العراق بيد داعش أعتقد اليوم بدأت هذه الجماعات الإرهابية تلعب على هذا الوتر وتدخلت وعادت نشاطها نتيجة الصراعات السياسية ونتيجة عدم اختيار شخصيات لهذه الحقاب وبالتالي وصلنا إلى اليوم هناك خطف في هذه المحافظة وقتل في هذه المحافظة وبالتالي قطع الطرق وتفعيل مثل هكذا وتصبح ككرة الثلث تلقي بظلالها السلبي على الوضع الأمني داخل هذه المحافظات أعتقد اليوم إذا أراد البرلمان يشرع ويأخذ على عاتقة ويضع العراق والأمن العراق بين أنصب عيونه عليه أن بالدرجة الأولى أن يختار شخصيات مهنية وقوة قادة على قيادة هذه الحقيبة المزارية لكن ما رأيك في من يقول أن هناك ربما فيتو أمريكي في المناطق التابعة مثلا لصحراء الأنبار يمنع القوات العراقية من القيام بأي خطوة لمراقبة فلول داعش أو لمراقبة نشاط داعش في المنطقة هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل من خلال قواتها على الأرض لمنع ردع داعش؟ في الحقيقة نجد أن في هذه القضية هناك تصريحات متضاربة هناك البعض يعزها إلى أن هناك اتفاقية مع الجانب الأمريكي في قضية ملف الأمني وهناك غرفة عمليات تجمع بين هناك شخصيات إيرانية وسورية وروسية وأمريكية بهذه غرفة العمليات لمكافحة الإرهاب وبالتالي هذه الغرفة لا يمكن اليوم بالدرجة الأولى نقول أن هناك جميع مشترك بهذه لكن نقولها وبكل صراحة اليوم ليس فقط الأنبار أو صحراء الأنبار هناك ديالة وهناك صلاح الدين وهناك الموصل مدينة واسعة ومجاورة إلى سوريا وبالتالي هناك عبور الإرهابيين بطريقة سهلة جدا أعتقد اليوم التدخل الدولي ليست فقط أمريكا وإنما هناك تدخل تركي وهناك تدخل بعض الدول في الجانب الأمني أعتقد اليوم سحب هذا الأمر على انهيار الأمني في بعض المناطق وهناك فروقات أمنية كبيرة كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد شكرا جزيلا لك شدد رئيس وزراء عادل عبد المهدي على أهمية تركيز الجهود من أجل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق عبد المهدي وخلال رئاسته اجتماع لجنة الوزرية للطاقة وجه باختيار أفضل للشركات والعروض في مجالات إنشاء محطات الطاقة والصيانة وفق توقيتات زمنية محددة وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية جرى استعراض أهم المشاريع وسبل دعمها والاستعدادات الجارية لموسم الصيف المقبل هذا وأكد عبد المهدي أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق هو تشجيع الاستثمار وحث الشركات العالمية على العمل في إعمار المحافظات التي دمرها تنظيم داعش وأشار عبد المهدي خلال استقباله نائب رئيس الوزراء البلجيكي أليكسندر ديكرو إلى أهمية دعم العراق في هذه المرحلة وتقييم الأوضاع فيه بشكل دقيق وفهم الظروف الصعبة والحروب والتعقيدات الكثيرة ما يستدعي تعاونا ودعما أكبر وإعادة النظر في بعض القرارات مثل وضع اسم العراق في قائمة دول غسيل الأموال من جهته أعرب نائب رئيس الوزراء البلجيكي عن استعداد بلاده لدعم العراق مبينا أن زيارته تهدف للتعرف على فرص المساهمة بإعمار البلاد وتعزيز المساعدات للمناطق المحررة ومن بينها الموصل أبدى الاتحاد الوطني الكردستاني جملة ملاحظات اعتراضية على جلسة برلمان إقليم الكردستان الأخيرة والتي جرى فيها انتخاب هيئة الرئاسة الاتحاد وفي بيان قال أن الجلسة عقدت على عجالة وتضمنت نواقص سياسية وقانونية عدة وأشار إلى أنه رغم مطالبة الاتحاد الوطني بتأجيل الجلسة لمدة 24 ساعة بهدف التواصل إلى اتفاق مناسب حول تجاوز الاختلافات إلا أن الطلب لم يلقى استجابة وأضاف البيان أن هذه الخطوة لا تخدم تقدم العملية السياسية مع إفرازاتها المستقبلية في إقليم كردستان وفي المنطقة وأكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني شيخ لطيف عمر أكد رغبة حزبه بإعادة سير أعمال البرلمان لكنه اشترط التزام الأحزاب الأخرى بالاتفاقات المبرامة سابقا من أجل العودة إليه ما يتعلق بالمشاركة في مجلس النواب نحن كجميع الأطراف الأخرى نرغب باستعجال عقد الجلسات من أجل خدمة شعب إقليم كردستان ولكن عودتنا للبرلمان ومتابعة مشاركتنا فيه مشروطة بالاتفاقات المسبقة التي تحدثنا عنها من أجل حكم وطني وحكم خدمي وهذا طموحنا نحن وكافة الأطراف كل بحسب استحقاقه وكان أعضاء برلمان إقليم كردستان انتخبوا مرشحة الحزب الديمقراطي فالة فريد لمنصب رئاسة البرلمان وحصلت فالة على 64 صوتا في جلسة برلمان كردستان التي عقدت أمس في أربيل بعد تأجيلها بسبب خلافات مع الاتحاد الوطني كما وانتخب البرلمان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هيمن هورامي نائبا أول لرئيسه والنائب عن مكونة ركماني منا قهوجي نائبا ثانيا وفي أول تصريح لها دعت رئيسة برلمان كردستان فالة فريد جميع الكتل السياسية الكردستانية إلى تقديم مرشحيها لللجان النيابية باسم رئاسة مجلس النواب نرحب بكم ونشكر دعمكم لنا لمنحنا الثقة لنكون في منصب رئاسة المجلس كونوا واثقين بأننا في الفترة التي سنكون بها في هذا المنصب سنتحمل مسؤولية الأعمال التي على عاتقنا من هنا نطالب جميع الأطراف لإرسال ممثليهم بأسرع وقت إلى اللجان البرلمانية وخصوصا لجنة الأعمال والشؤون القانونية فالبرلمان لا يتمكن من القيام بأعماله من دون هذه اللجنة تضمن العديد من المتخصصين والأهالي مع قضية الصحفي ملاذ إسماعيل بعد بثها عبر شاشة الفلوجة في برنامج سيديو الناس حيث كان قد أعلن عن اعتصام وإضراب عن الطعام بسبب دعوى كيدية واستقدامه للمحكمة من دون ممثل عن نقابة الصحفيين إسماعيل أكد أنه حضر إلى دائرة كاتب عدل الفلوجة من أجل توكيل المحامي عمار جورجي الذي تطوع للترافع عنه مجانا في محاكم المدينة كما استقبل مدير شرطة القضاء إسماعيل وأعرب عن تضامنه معه نحن مستعدون كمحامي الفلوجة في قبول التوكل مجانا وها أنا أعلنها باسمي كمحامي محامي الفلوجة اليوم عملت وكالة للاستاذ عمار جورجي ساجي الرئيس التحادي الحقوقيين بالفلوجة طبعا أنا أشكر قناة الفلوجة والذات أشكر كادر برنامج ستوديو الناس اللي عرض مناشتي بخصوص مخالفات القاضي بحقي والحكم التعسفي بإيقافي متهم مكفل الحمد لله يعني بعد أقل من نصف ساعة أول من استجاب السيد مدير شرطة الفلوجة وضابط التحقيق ملازم أول بكر طبعا السيد عميد جمال يعني الرجل أبدأ استعداده وأنه إكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن لأن كانت الإجراءات الروتينية وما أبيدهم شي بعد كل الدمار والخراب الذي حلى بمنطقة الزنجلي بالجانب الأيمى لمدينة الموصل والمجازر التي ارتكبها داعش بحق أهلها لا تزال هذه المنطقة المحررة منذ نحو عامين تعاني نقصا كبيرا في الخدمات وأبدأ سكان المنطقة امتعاضهم من ترد الواقع الخدمي وتكسر الطرقات والشوارع وغرقها خلال هطول الأمطار إضافة إلى عدم عودة التيار الكهرباء إلى المنطقة منذ تحريرها وحتى الآن والله عندنا هذا الشارع يعني أريد يبلطول يعني إحنا من المطر الدنيا يعني حتى على الصيف ما نقدر نمشي ينقطع هذا الشارع ويفوت على بيوت الماء وهو كله كله 150 متر هذا وبعدين أسأل وايرات ما الكهرباء لي حد الآن اشتغلوا الكهرباء مشكورين لكن وصلوا إلى نص الشارع الحد الآن حسنا هاي منطقتنا يسموه شارع البيبسي أو البورصة هاي بدون كهرباء الحد الآن العمل بطيء وياكن يعني احنا متعطلين قضينا الشتاء كله نحمي ماء على الخشب وعالقاز معاناتنا الكهرباء يعني هاي شغلة صارت منسية تعودنا على المولدات المولدات جبناها من الأمبير بساطعاش لارباطعاش هساط معاش نفع رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمود الجبوري تعرض القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة القيارة جنوب الموصل إلى قصف من قبل عناصر داعش وأكد الجبوري إحباط القوات الأمنية لهجوم بسيارة ملغمة غرب المدينة قبل وصولها إلى هدفها نشر في مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس مساءا خبر بأنه تم قصف قاعدة القيارة بصواريخ من قبل تنظيم داعش الإرهابي حقيقة نحن كمجلس محافظة نينوى كلجنة أمنية ننفي هذا الخبر أنا ليلة أمس كنت في ناحية القيارة وسكاني قريب من قاعدة القيارة هذا الخبر غير صحيح هناك عملية استباقية قامت بها خلية السقورة الاستخبارية لورود معلومات وردت معلومة قبل فترة بأنه هناك في نية الإرهابيين استهداف أحد الوحدات الإدارية في غرب نينوى والحمد لله في عملية استباقية تم تفجير السيارة قبل وصول إلى هدفها هذا شي طبيعي أنه تكون هناك خروقات بسيطة هناك بعض العناصر الإرهابية كما قلنا منهزمة لا تشكل خطر الوضع الأمني في محافظة نينوى وهو مستقر اتهم النائب أحمد لجبوري محافظة نينوى نفل العقوب بافتتاح مخيم في ناحية برطلة شرق الموصل بكلفة 35 مليار دينار عراقي وكشف لجبوري خلال حديثه في برنامج حوار التاسع الذي تعرضه قرات الفلوجة كشف عن تخصيص مبلغ نصف مليون دينار عراقي لكل عائلة نازحة وعدم توزيعها على المشمولين بها محافظ نينوى أنشأ مخيم في برطلة لاستقبال عوائل الدواعش بمبلغ 35 مليار ومخيم آخر في السلامية والنصبة الخيم لمدة أسبوع في برطلة وطبعا بصف القلاع وأنا من أتكلم هنا أتكلم بشكل حقيقي وإجت 15 عائلة من ذوي الدواعش أقرباءهم دواعش الأخوة الشبك في تلك المنطقة اعترضوا على المخيم قالوا ما نقبل إحنا الدواعش يجون هنا فهذا المخيم اندثر كل واحد أخذ لخيمه وطلع يعني هو مطول أسبوع وما حسكن به الحكومة المحلية بالتعاون مع لجنة الإقاثة العليا للنازحين وزعت مبالغ 500 ألف دينار شلون وزعتها؟ إجوا على النازحين بالخيم قالوا لهم نطلنا هويات حتى نجيب لكم سلات غذائية كذا الناس تعبانة تنطي الهوية وتطلع عدل هذه الهويات انصرفت عليها كل هوية انصرفت عليها 500 ألف وتسجلت بقوائم ولكن ما حد استلم الجوز اللي استلم له سلة غذائية طبعا هاي السلة محسوبة على مشروع آخر مشاريع أخرى وسهدنا هذه النشرة مستمرة ونتابع فيها لكن بعد قليل أقول إذا تقدر إذا تقدر وخلف الله عليهم العدس تخلي على صفحة وشوفونا في فت غيره أكو هوية أكلات غيره طرجالة حموص العدسين يعني قاحة العدس العدس مهدة دسمة للسخرية مطالبات شعبية بالتحقيق في مخصصات البطاقة التموينية بسخرية اللاذعة واجه العراقيون قرار وجارة التجارة بزيادة حصة الفرد من العدس بمقدار نصف كيلوغرام واحد لشهر رمضان فقط بشرى سارة في زمن شح سرور فيه على العراق مجلس الوزراء يوافق على مقترح تقدمت به وزارة التجارة زيادة حصة العائلة العراقية من الطحين والعدس أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وكان الأدنى هو العدس الذي أضافته وزارة التجارة لحصة العائلة العراقية بكمية نصف كيلوغرام للفرد وهذا من أجل مواجهة شهر رمضان والله أمر القرار يعني كل التظاهرات وكل المطالبات الجماهرية وكل ما يطلع الجماهر قال زود الحصة وتمخض الجبل وفأولده فأران شنو نص كيلو شو سوي نص كيلو شنو هذا يعني عتلوها من السم ما رح يسمى للواحد يعني هذا نص كيلو والله يعني عيب واحد يقول نص كيلو السخرية بوصفها تعبيرا عن الألم ومداخله ومعادلا للفجعة والاتراجيديا العراقية يمارسها العراقيون لتخفيف وضأة المأساة وكسر حدة الحزن اليومي كالحزن من قرار وزارة التجارة نص كيلو عدس أعتقد وزارة التجارة كل شيء مسوية فضل علينا بهذا نص كيلو لأنه رح تغنيني بشهر رمضان وما رح نأكل غرب وشغلة ثانية أعتقد أن القنينة يمكن رح تغلص على هذا العدس ونسوي على العتشولة والله يمكن موازنات الحكومة الاتحادية كانت تخصص نحو خمسة تريليون دينار للبطاقة التموينية هذا قبل عام 2015 الذي انخفضت فيه مخصصات البطاقة التموينية إلى تريليون وخمسمائة مليار دينار وبحسابات بسيطة يستطيع أي مواطن معرفة المبلغ الكلي المصرف على الحصة وهو سبعون مليار دولار أمريكي ليس من ضمنها هذا النصف كيلوغرام من العدس الذي تجشمت عن إضافته الحكومة 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 طلعت بإنجاز يعني الخريج كان ينتظر تعيين ماكو العاطل عن العمل كان ينتظر راتب ما العاطلين هم ما طلع بهذا الإنجاز طلع بإنجاز كلش كبير للمواطن اللي هو نصف كيلو عدس بشهر رمضان فقط زي أن هاي ش تسوي للمواطن يعني المواطن نصف كيلو العدس ش راح يسوي لبس ألي دعرف في مأثورنا الشعبي يستعمل العدس للتورية على أفعال خطيرة ويبدو أن الحكومة تدرك ذلك جيدا لذا اليدري يدري والما يدري قضبت عدس من صلاح الدين سوفيان يوسف قناة الفلوجة الشارع النجفي مشاهدين سخر أيضا من قرار مجلس الوزراء بزيادة نصف كيلو من مادة العدس إلى الحصة التموينية خلال شهر رمضان فقط مؤكدا أن المواطن بحاجة إلى إقرار قوانين وتنفيذ مشاريع خدمية ترفع من مستواه المعيشي وليس إقرار أشياء لا قيمة لها نصف كيلو عدس هذا استهزاء بالشعب جد سعر نصف كيلو العدس خلي حسبوه جد سعر جد يعني راح يستوردوه يستوردوه بالدولار بالسنتات يستوردوه بالسنتات يعني جد يطلع علينا هذا قاعد يستهزاء بالشعب هذا النصف كيلو العدس خلي أخذوه إلهم إلهم خلي أخذوه وش مقته الوجبة لا يظن الوجبة خلي أخذوها كلها هذا يعني فضل من عدهم هذا فضل من عدهم مره يدعم قاعد يتكرمون على الشعب الشعب قاعد يقدم من عدهم الحكومة أقول إذا تقدر إذا تقدر وخلف الله عليهم العدس تخلي على صفحة وشوفونا في غيره أكو هوية أكلات غيره طرجالة حموص العدسين يعني قاحة العدس العدسان جنسوا به العدس أكون مواطن هسا حتى عن العدس شي العدس في الشغلة يعني إذا تريد تتقدمها الحكومة فاش لو عب بيه ماريتين إلهم ويفيدانهم وإلهم ماريتهم من عدنا للدولة ماريتين يا عم شي يفيداننا يا عم خلطونا هسا وجبتنا هاي الوجب ليش لا ديهن ولا شكر ولا شاي وكل شي ما كلا وكيلش لا شكر ولا ديهن يوميا عمشاني متقرض لي وبطالة ديهن البطل بل فيها دينار منها لها خمسة يام والله يا عم ما عدي الله وكيلش والعباس كفيدش وحق بغت الدولة هاي هسا أتاكل بنا استجابة للخبر الذي نشرته قناة الفلوجة بشأن تجاوز موطن على شارع رئيسي في قضاء الكوفة رفعت بلدية النجف التجاوزة وفتحت طريق الرابطة بين الشارع ومئات الدور في منطقة معمل باتة وأبدأ أهل المنطقة حالة من الرضا بعد أن تقطعت بهم وبأطفالهم السبل للعبور إلى مناطق أخرى سيما طلبت المدارس وأدى فتح الطريق إلى انسيابية الحركة أمام المواطنين نحن نشكر وسائل وخاصة قناة الفلوجة على نقلها ونشكر السادة المسؤولين على فتحة الشارع وهسا شارع مفتوح وماكو أي مشكلة إذ سارت عحينا وجهان للطب تطلع وعوائلنا تمجي منا نشكر المسؤولين وقناة الفلوجة بالأخاص على فتحة الشارع استجابنا الرجل صاحب القطعة وفتح الشارع والحمد لله وشكرا وشارع عن فتحه بكل انسيابية عالية أمام المواطنين وبالأخص طلاب المدارس بسبب ارتفاع منسوبه إلى مستويات غير مسبوقة نهر الديالة يغرق المنازل على ضفافه والحكومة عاجزة عن احتواء الموقف هنا في شمال مدينة بعقوبة الأهل طالبوا من الحكومة أن تزودهم بزوارق بعد أن عجزت عن حمايتهم من المياه المتدفقة بغزارتين منذ سبعة أيام الشوارع والمنازل والأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الديالة الإجارة المحلية في ديالة رمت بكرة الأزمة على الأهل وزعمت أن ما يحدث لهم بسبب تجاوزهم على ضفاف النهرة وأكدت أن تحذيرها من ارتفاع غير مسبقين في مناسب النهر لم يتكرر منذ نحو ربع قرن بفعل الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوط في سلسلة الجبال العراقية الإيرانية صارت عندنا شي جديد في محافظة ديالة من ارتفاع مياه نهر ديالة أكو مواطنين وكذلك مزارعين يعني متجاوزين على نهر ديالة اليوم منصعد عليهم المي راح يأخذ أراضيهم وراح يهدم بيوتهم نحن نأسى في هذا الموضوع لأنهم ملتزموا بالتعليمات نزوح آخر لسكاني هنا على ضفاف النهر هذه المرة ليس جراء المعارك وإنما بسبب الماء القادم من نهر ديالة ومياه المبازل والكارثة تحيط ببعقوبة من كل جهاتها من محافظة ديالة أمر العبيدي قناة الفلوجة قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا ياسي ساموك إن المحكمة ساهمت في عملها بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد مشيرا إلى حسم دعاوى كثيرة بهذا الصدد يعني بالنسبة لعمل المحكمة الاتحادية العليا في مجالات حقوق الإنسان كانت هناك دعاوى عديدة حسمت بهذا الصدد وصدرت أحكام تتفق مع الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهم ما تم حسمه في موضوع حقوق الإنسان تأكيد المحكمة الاتحادية العليا على دستورية حضر إنشاء المحاكم الخاصة والاستثنائية وحضر التملك لأغراض التغيير السكاني وكما منعت المحكمة الاتحادية العليا تسليم العراقي للسلطات الأجنبية بعد أن ألغت مادة من اتفاقية الرياض التي كان العراق جزءا منها إلى مصر حيث قتل ثلاثة من رجال الشرطة في تفجير الانتحاري وسط العاصمة القاهرة وقال مصدر الأمني في بيان إن الانفجار وقع عندما قامت قوة أملية بمطاردة إرهابي والإمساك به ما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مضيفا أنه أسفر عن مقتله إضافة إلى ثلاثة من الشرطة وإصابة ضابطين وثلاثة مدنيين أحدهم تايلندي أما في سوريا فقد قتل وأصيب 92 شخصا جلهم مدنيون جراء انفجار مزدوج هز وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا مصادر محلية وطبية أكدت مقتل 17 مدنيا بينهم لساء وأطفال وإصابة نحو 75 نتيجة الانفجار الناجم عن سيارة ملغمة في حي القصور بمدينة إدلب وأوضحت المصادر أنه عقب الانفجار الأول وتوجه فرق الدفاع المدني لانتشال الضحايا وقع انفجار آخر في المنطقة ذاتها أدى هذا الانفجار إلى مزيد من القتلى والجرحة وإصابة عناصر من الدفاع المدني ورجحت المصادر زيادة أعداد القتلى لخطورة الإصابات حذر تقرير بريطاني من تطرف أطفال مقاتلي داعش في حال تركهم بالمخيمات السورية وذكر التقرير الذي رشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن ثم تم خاوف من أن يتحول أطفال داعش الأجانب إلى جيل جديد من المقاتلين المتطرفين إذا لم تتم استعادتهم إلى ملدانهم الأصلية وأضاف أن نحو أربعة ألاف مرأة وطفل من عائلات عناصر داعش الأجانب ما زالوا معتقلين في المخيمات السورية أما في باكستان فقد هدد رئيس الوزراء عمران خان برد قوي لو فكرت الهند بشن هجمات على أراضي بلاده مؤكدا في الوقت ذاته استعداد باكستان المساعدة في التحقيق بالهجوم العنيف على إقليم كشمير ذلك وسط تفاقم التوتر بين الدولتين التي تمتلكان سلاحا نمويا باكستان سترد إذا شنت دله هجمات ضدها لكننا نأمل أن تحل الأمور عبر الحوار والنقاش ولكن إذا كانت الهند تفكر بالهجوم فإن باكستان لن تفكر بالرد فقط وإنما سيكون ردا قويا ولا يكون لها طريق سوى ذلك آمل أن يكون شعورنا بالمسؤولية أعلى وسنظهر الحكمة ونحل الخلافات مع الهند عبر الحوار كما فعلنا مع أفغانستان محطتنا الأخيرة في الهند أيضا حيث لقي طيار مصرعه بعد تحطم طائرتين هنديتين تابعتين لفريق الاستعراض الجوي للقوات المسلحة الهندية جراء استضامهما خلال عرض جويا جنوبي البلاد وذكرت مصادر هندية أن طائرتين من نوع هوك لألعاب الطيران تحطمتا بعد استضامهما في الجو خلال تمرنات بالقرب من قاعدة جوية في مدينة بنغلور الهندية ما أسفر عن مقتل أحد الطيرين وإصابة الآخرة بجروح وصلنا إلى ختام هذه النشرة أما الآن فتذكير بأبرز العنوين الإعلام الأمني يؤكد اختطاف 19 شخصا على يد داعش في صحراء الأنبار الدفاع تنفينيتها مقتلة داعش في العنق السوري والإرهابيون يتسللون جنوب الموصل عبد المهدي وأكد لوفد أوروبي التحدي الأكبر هو الاستثمار والإعمار في المدن المحذرة الإرهاب يضرب القاهرة مقتل ثلاثة رجال أمن وإصابة آخرين بتفجير وسط العاصمة وصلى مشاهدنا إلى ختام هذه النشرة ودائماً كالعادة للمزيد زروا الفلوجة وإيضاً صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة